اشتركوا في القناة انا كطالب لازم احل بايدي الاسئلة لكن علجت عند سؤال مش عارفه بفتح الفيديو على السؤال اللي انا مش عارف كيف حله او علجت عنده لا سمح الله وبشوف الاستاذ كيف حل السؤال هيك الطريقة الصحية على الدراسة وحل الاسئلة اللي في الكتاب بسم الله نبلش يلا نحن نحكي كتير بحكي لك السؤال اول عن الفكرة الرئيسية للدرس بقول لك اوضح سبب اختلاف الاشكال الفراغية للجزيئات ليش الاشكال الفراغية للجزيئات بتختلف عن بعض شو السبب كاتب لك انا تلخيص لكل هذا الحكي يلا تعال نشوف بحكي لك بسبب اختلاف عدد ازواج الالكترونات الرابطة وغير الرابطة الالكترونات الرابطة اللي على الذرة المركزية اللي عامل روابط والالكترونات غير الرابطة مش هي اللي بتتعمل تنافر بين هاي الروابط اذا كان في عندي الكترونات غير رابطة رح يكون التنافر اكثر عش ااسف رح يصير تنافر اكثر بين الروابط فتزداد الزاوية بتكبر الزاوية بحيث انه ايش اتقلل هذا التنافر صح او لا فاذا شو الجواب بسبب اختلاف عدد ازواج الالكترونات الرابطة وغير الرابطة المحيطة بالذرة المركزية والتنافر لنها شو بينها طيب السؤال الثاني بيحكي لك تعريفات عرف وضح المقصود بكل من مستوى التكافؤ الرابطة التناسقية ازواج الالكترونات غير الرابطة نظرية تنافر ازواج الالكترونات مستوى التكافؤ نلخص كل التعريفات هدول المفروض احنا يعني ملخصينهم من قبل موجودين على الدفتر بس بسألني عنهم بدي اكون حافظهم واجاوب مستوى التكافؤ شو هو هو المستوى الخارجي للذرة ويحتوي الالكترونات التي تحدد ايش نوع الرابطة التي تكونها الذرة تمام فاذا مستوى التكافؤ هو المستوى الخارجي للذرة ويحتوي للذرة ويحتوي الالكترونات شو هذول الالكترونات بيعملوا اللي بيحددوا نوع الرابطة التي تكونها هاي الذرة طيب النقطة الثالثة اللي هي الرابطة التناسقية اتفقنا الرابطة التناسقية بتنشأ من ذرة عندها زواج من الإلكترونات وذرة عندها فلك فارغ معناته رابطة تنشع عن مشاركة إحدى الذرتين بايش بزوج الالكترونات مع فلك فارغ من الظرة الأخرى يلا اعملوا سيكرين السؤال الأول والسؤال الثاني وما سنكمل على السؤال الثاني لسه ما خلصنا يلا أزواج الإلكترونات غير الرابطة هي أزواج من الالكترونات في مستوى التكافؤ لا تشارك تكوين الروابط يعني هاي الالكترونات اللي بنشر تسمها نقاط ما شاركت في تكوين الروابط بين الضر المركزي والذرات اللي محيطة فيها فشو بنسميها؟ الالكترونات ما بتشارك في تكوين الروابط ازواج من الالكترونات في مستوى التكافؤ تبع الضر المركزي لا تشارك في تكوين الروابط طيب نظرية تنافر الالكترونات التكافؤ هي نظرية تفترض أن أزواج الإلكترونات التكافؤ تترتب حول كل ذرة بحيث تكون أبعد ما يمكن ليكون التنافر بينها أقل ما يمكن وبهذا يمكن توقع الشكل الفراغي للجزء والزاوية بين الروابط إذن هذه النظرية تفترض أن أزواج الإلكترونات أزواج الإلكترونات التكافؤ كان للذرة الملكزية والذرات المحيطة فيها تترتب حول كل ذرة بحيث تكون أبعد ما يمكن ليش؟ لأن الإلكترونات بتتنافروا بعض أبعد ما يمكن ليكون التنافر بينها أقل يعني عشان تخفف من حدة التنافر بين الإلكترونات وبهذا يمكن توقع الشكل اللي راح يصير ابتعاد الروابط عن بعض يمكن توقع الشكل الفراغي للجزء والزاوية بين الروابط يلا كمان سكرين من عند أزواج الإلكترونات غير الرابطة ونظرية تنافر أزواج الإلكترونات هذولا التعريفين أخذنا لهم مش سكرين يلا اللي بعده سؤال الثالث بحكي لك معطيك زي جدول ومعطيك جزي جزيئات حطت لك يهم في جدول بسألك عن إيش تركيب لويس والشكل الفراغي لكل واحد تركيب لويس لما أجعل الأكسوجين الأكسوجين كم إلكترون غير رابط عنده ستة إلكترونات تمام؟ ستة إلكترونات آسف إلكترون الفلور عنده كم إلكترون؟ سبعة إلكترونات في المجموعة السابعة صح ولا لا؟ أوكي والأكسوجين عنده ستة واحد بدي يستخدمه في الرابطة مع الأف واحد بدي يستخدمه بالرابطة مع الأف لأن الأكسوجين بعمل رابطتين والفلور بعمل رابطة واحدة بس كيف يعرفت؟ لأن الفلور شوح نتسعر في المجموعة السابعة الأكسوجين في المجموعة السادسة منهاش نرجع نحكيه عن الجدول الدوري وكيف نعرف الروابط وعدد الروابط والقصص هاي اللي ما حضر عدد الروابط تمام؟ وأشكال الجزيئات وعدد الروابط يرجع يحضر الحصة ضرورية لأنه طلع كيف بحل بصير أسرع بالحل بكثير من أني أنا ما أكونيش عارف كل عنصر في أي مجموعة فعنا إذا عرفت بأي مجموعة عرفت عدد إلكترونات التكافؤ فإذا الأكسوجين عنده ست إلكترونات رح يستخدم واحد هون لهذه الرابطة رح يستخدم واحد هون لهذه الرابطة إذا الأكسوجين عمل رابطين عمل رابطة واحدة وما قدر يعمل غير رابطة واحدة وبيكون على الطرف والأكسوجين هو في الوسط لأنه هو الذرة المركزية طيب الشكل هذا مش في عندي إلكترونات غير رابطة هون شايفينهم هذول الإلكترونات غير الرابطة شو رح يعملوا رح يعملوا ترافر مع إلكترونات الرابطة فراح يصير عندي الشكل منحني فهيك الشكل عنا رح يكون وعنا الإلكترونات غير الرابطة أزواج الإلكترونات فليش صار منحني لانه في عندي ازواج من الالكترونات على الضرن المركزية هاي الالكترونات غير رابطة طي تدفع الروابط الالكترونات اللي جوه الرابطة ما جدش جوه الرابطة الالكترونات اللي جوه الرابطة بتدفعهم لانه بدأت تتنافر معهم وتقلل التنافر بين هاي الروابط وبين الالكترونات الغير رابطة طيب ليش ما بيرجعوا ما بيخبطوا ببعض هدول لانه برضو هون في عندي الالكترونات وبتنافروا مع بعض طيب. الهايدروجين ما بيعمل غير رابطة واحدة صح? يعني ما عندوش غير الكترون واحد. الكترون واحد. الكترون واحد. بدي يعمل رابطة هون مع الاكسوجيني هاي. بدي يعمل رابطة مع الاكسوجيني هاي. بدي يعمل رابطة مع الاكسوجين هون. الاكسوجين هون. كم الكترون صار حواليه? ستة. شو بضل عندي? اثنين. غير رابطة. فهيك صار الاكسوجين عامل كم رابطة? ثلاث روابط. اه اوكي. الاكسوجين عامل ترث روابط وجايها هيدروجينة زيادة. فهذا كلياته بصير شحنته موجب. هذا كلياته هيك بصير شحنته موجب. هذا هو الموجب اللي مكتوب عليه شحنة موجبة. تمام? فاذا هون لما اجي اطلع على الاكسوجين كيف الروابطة تعمل زي الان اتش تري. في عندي زوج من الالكترونات غير الرابطة عند الاكسوجين. هاي واحدة رابطة رابطتين ثلاث روابط. فعامل زي مين? زي رسمة الان اتش تري. اوكي. طيب. ذاكرين الان اتش تري. ذاكرين الشكل. هاي الاشكال اللي عنا هون. هاي ها. موجودة عنا هون. ذاكرين الشكل اللي حكينا عنه. تمام? قاعدته مثلث. وفي عنا زوج من الالكترونات غير الرابطة فوق. طيب. السي سي الفور زي زي السي اتش فور. زي الميثان. نفس الاشي. عندي انا ذرة كربون هي الظرة المركزية. ومتوزع حواليها ايش? اربع ذرات ملي كلور. كل كلور عندها سبع الكترونات تستخدم واحد في الرابطة. سبع الكترونات تستخدم واحد في الرابطة. الى اخرى. تمام? والكربون. عنده اربع الكترونات تستخدمهم في الروابط. لكن حكينا هذا الشكل ما في عندي اشي اسمه هيك زائد. يعني الزاوية تسعين درجة لا. الزاوية هون بتكون مية وتسعة ونص مش هيك اتفقنا? لانه يعطيني الشكل هسا بفرجيكم اياه وبذكركم فيه الشكل اللي حكينا عنه اللي هو هذا الشكل. تمام? ما ننسى. واحد اين ثلاث اربعة. تمام? فهذا هو الاشكال او شكل السي سي الفور هي كربون واحدة ذرة مركزية ومنتصل معها اربع ذرات ميلي كلور. يام اعملوا سكرين. خلينا نروح على السؤال الرابع. بحكي لك السؤال الرابع تختلف الزاوية بين الروابط عنده على الرغم ان جميعها محاطة باربعة ازواج من الالكترونات. يعني تحقق الذرة المركزية تحقق قاعدة الثمانية. حول الذرة المركزية. السبب. شو السبب? اشكالهم. نتذكر اشكالهم. الاكسوجين بلاش الابيض. يا اكسوجين عندي في الوسط. وفي حواليها ايش? في حواليها ذرتين هايدروجين. رسمة المي. باكرينها. طيب. عن ازواج من الالكترونات غير الرابطة. رابطة هن رابطة هن. الشكل تاحة بختلف عن الان هاييى الأن. وعليها ثلاث روابط مع هايدروجينات. وفي زوج من الالكترونات غير الرابطة وهاي الهيدروجينات. اثنين اربع ستة ثمانية. ثمان الالكترونات. اثنين اربع ستة ثمانية. ثمان claiming الالكترونات محاطة الذرة المركزية. هذا محاطة باربع ازواج من الالكترونات. اوكي? لكن في مش كلهم رابطات. طيب الكربون. عندي سي واتش فور. واحدة تين تين ثلاث اربع. الشكل مختلف كليا في الثلاث اشكال كلهم مختلفين عن بعض. السبب بالاختلاف هو ايش? الكربون هون الذرة المركزية ما في عليها الكترونات غير رابطة. هي اول نقطة. تمام? بما انه ما في عندها الكترونات غير رابطة. فاذن اختلفت عن النايتروجين. ليش? لانه عندها زوج من الالكترونات غير الرابطة. اما لما يجعل اجتو او في عنده زوجين من الالكترونات غير الرابطة. تمام? فاذن بصير عندي الزاوية هون بتكون مية واربعة ونص حكينا صح? وهاي مية وسبعة وهي مية وتسعة ونص. تمام? فاذا عندي ازواج من الالكترونات الرابطة. اذا السبب التفسير لما رسمت الاشكال وجدت انه هون في زوجين من الالكترونات غير الرابطة. صح كلهم حواليهم اربع ازواج من الالكترونات. يعني كلهم حواليهم ثمانية. عن الظر المركزية بنحكي. اللي باللون الازرق. فهون حواليها ثمان الالكترونات حققت قاعدة ثمانية حققت قاعدة ثمانية حققت قاعدة ثمانية. لكن هون لا يوجد ازواج من الالكترونات غير الرابطة في الـ CH4. يوجد زوج واحد من الإلكترونات غير الرابطة عند الـ NH3. ويوجد زوجين من الإلكترونات غير الرابطة على ذرة الاكسوجين في جزيء الماء. في جزيء الـ. يلا سكرين للسؤال الرابع. خلينا نروح على السؤال الخامس. ونشوف السؤال الخامس شو بحكي. اه اه اسف. السؤال الرابع الف السؤال الرابع ب. يلا السؤال الرابع ب. بحكيلك CO2 خطي بينما H-O منحني. السبب بارضو وجود زوج من الالكترونات غير الرابطة على الذرة المركزية. فاذا بسبب تنافر زوج الالكترونات غير رابطة مع الروابط. اما ما في عنده ما في عنده الاكترونات غير رابطة على هاي عنا حواليها عام لرابطة اي مع الاكسوجين عام لرابطة اي مع الاكسوجين. في عنا ازواج من الالكترونات على الاكسوجين مش على الذرة المركزية. الذرة المركزية حواليها اربع الكترونات استخدمتهم في الاربع روابط اللي عاميتها. اثنين محون واثنين محون. فاذا الزاوية هنا مئة وثمانين درجة بسبب عدم وجود الكترونات غير رابطة. مش هاد يجي يحكي لهدوه الاستاذ الكترونات غير رابطة. بنحكي عن مين? عن الذرة المركزية. في حواليها في عليها الكترونات غير رابطة? لا. اما المي في عليها زوجين من الالكترونات غير الرابطة. واحد اتنين. هاي زوجين. تمام? عامل رابطة من هون رابطة من هون مع مين? مع الهايدروجين. عشان هيك بصير منحني لانه لعدم هون بسبب وجود ازواج من الالكترونات غير الرابطة صار منحني. هون ما في عندي الكترونات غير رابطة تتنافر مع الروابط اللي هون واللي هون وتتفحم ويصير منحني. تمام? فعشان هيك خطي غير منحني. طيب السؤال الخامس بيحكي لك في عندك عنصرين افتراضيين. ايش واي? خلينا نروح على السؤال ونقرأه. هاي السؤال. وين روحنا احنا? هون. السؤال الخامس بيحكي لك اقارن اقارن. عنصران افتراضيين اكس واي. هاد عدد الدري خمسة وهاد عدد الدري سبعة. يرتبط كل منهما مع مين? مع الهايدروجين. فاذا احنا هون قاعدين نحكي عن ايش? مع الهايدروجين. هاد الرموز الافتراضية مع الهايدروجين. مكونة الصياغ اكس اتش ثري واي اتش ثري. الاثنين اتصروا مع ثلاثة اتشات. هو نص مع ثلاثة اتشات. بيحكي لك اعمل مقارن بين جزئين من حيث. تركيب لويس لكل منها كل والشكل الفراغي الى اخري. يلا نروح نعمل. قرأنا السؤال ونروح نعمل المقارنة. يلا. سؤال الخامس. هسه لما عطاني العدد الذري. شو بستفيد من العدد الذري? بوزع التوزيع الالكتروني. بعرف توزيع الالكتروني. ون اس تو. تو اس تو. تو بي. ون. عندنا هون المستوى الثاني. صح? فاذا في المجموعة الثالثة. رقم المجموعة الثالثة. اوكي. اذا الالكترونات تكافؤ كم? ثلاث. حلو. لما اجعل واي ووزع التوزيع الالكتروني. يلا وان اس تو. تو اس تو. تو بي. يعني عندي اربع ضل كم? ثلاث. اذا الكترونات التكافؤ كم? في المدار الثاني كم? خمسة. فاذا هو في المجموعة الخامسة. يعني الكترونات التكافؤ خمسة الكترونات. وهن ثلاث الكترونات. يلا تركيب لويس. نعمل تركيب لويس مع الهايدرجين. اوكي؟ لأ مين? لو. هاي اكس يتج تري. واي عكستم. و اكس واكس اتش ثري. دبرتها. يلا. هسا الواي اتش ثري والاكس اتش ثري شو بيختلفوا عن بعض? الواي زي زي النيتروجين عنده خمسة الكترونات. يعني انا لما بدي ارسم الواي اي نرسم الواي هيك. شو بدي احط بدي اعمل ثلاث روابط بس. كم الكترون حواليه? يلا نرسم عدد الالكترونات واحد اثنين ثلاثة الكترونات اربعة خمسة. تمام? هسا الثلاثة هذول بدهم يعملوا روابط مع مع الهايدروجين. هاي اتش من هون. اتش من هون. اتش من هون. طيب وهاي الاكس. اسف الاكس هنا اه صح. الاكس هنا. كم عدد الكترونات التكافأ في مستوى المجموعة الثالثة? ثلاثة الكترونات. واحد اثنين واحد ثلاث. فاذا بدي احط الثلاث الكترونات اللي عنده. بدي ابعده شوي بس عشان تزبط الرسم لانه انا بتخيل الرسمة اللي بده تطلع معانا. اكس هون وعندي ثلاث الكترونات واحد اثنين ثلاث. بدي يعمل لي نفس شكل المرسيدس. صح? ثلاث مستوي. فاذا هون عندي رابطة رابطين ثلاث روابط. كلهم مع مع الهايدروجين? هو حكالي في السؤال. هل في الكترونات غير رابطة على الاكس? لا. اما هاد في عليه الكترونات غير رابطة. تمام? اللي زي اللي بيعمل لنا اياه الان اتش ثري. فاذا الشكل الفراغي مثلاث مسطح? والشكل الفراغي هرم. وان شو اكل لون بالله? يالا الشكل الفراغي. هرم مثلاث صح? وهون مثلاث مسطح. او هرم ثلاثي الاوجه مسطح. اوكي? هرم شو مسطح? متلق مسطح هرم ثلاثي الاوجه. طيب مقدار الزاوية بين الروابط مية وسبعة صح? هاي? ولا شكل لون هاد? مية وسبعة. هون مية وعشرين درجة مية وسبعة. امتلاك ازواج الالكترونات يوجد? لا يوجد. ازواج من الالكترونات غير الرابط. اه? مش مبيني غير الرابط. تمام يا جماعة الخير? تمام هيك الامور تمام? هيك خلصنا. حل الاسئلة جميحها. يعني احنا وين وين رايح? وراح الدرس اللي بعده. اه اوكي لان انا قاعد بلخص جنبه. طيب. ضايل عندنا سؤال واحد. السبب بالنتيجة لماذا يكون شكل جزيء الماء منحنيا? بسبب وجود الالكترونات ازواج من الالكترونات غير الرابطة على الظر المركزي. استدنا نعمل سكرين. اوكي ماشي نعمل سكرين. للسؤال الخامس. اسف. هاي سؤال الخامس. جي مودال. ومني يجي على السؤال السادس. يلا اعمل سكرين. اوكي. السؤال السادس بيحكيه لك. السبب النتيجة. لماذا يكون شكل جزيء الماء منحنيا? بسبب وجود ازواج من الالكترونات غير الرابطة. بسبب وجود ازواج من الالكترونات. نفس السؤال تبع سي او تو واجت او. غير الرابطة. على الظرة المركزية. وهيك بنكون خلصنا اسئلة الدرس وان شاء الله انه تكون الامور تبسطت وصارت الامور اسهل. يطيكو العافية. ونراكم في الحصة القادمة مع الدرس اللي بعدين. ان شاء الله راح يكون اسهل واسهل. لانه خلص تعودتوا على الطريقة. تعودتوا على اسلوب الشرح. صرت تعرف كيف انا بتسلسل في الشرح. وعارف لايش بدي اوصل. فما بتزعل في البداية لما اكون احكي لك بشغلات هيك زي مختصر وبعدين نتوسع ونفصل كل اشي. حبايب القلب. السلام عليكم. كونوا بخير. اراكم في الحصة القادمة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.